اشتركوا في القناة بسم الله الرحمن الرحيم إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتي إيهم القيامة فردا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل له الرحمن ودا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنتر به قوما لدى وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد؟ هل تحس منهم من أحد؟ أو تسمع لهم ركذا بسم الله الرحمن الرحيم إن كل من في السماوات والأرض لا آت الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل له الرحمن ودا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتندر به قوما لدى وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد؟ هل تحس منهم من أحد؟ أو تسمع لهم ركذا؟ وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد؟ أو تسمع لهم ركذا؟ بسم الله الرحمن الرحيم طابا؟ وكم أهلكنا قبلهم من قرن وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد؟ أو تسمع لهم ركذا؟ أو تسمع لهم ركذا؟ بسم الله الرحمن الرحيم طابا؟ طابا؟ طابا ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى ولا تذكرة لمن يخجى تنذيلا ممن خلق الأرض والسماوات العول الرحمن الرحمن على العرش استوى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجذر بالقول فإنه يعلم وإن تجذر بالقول فإنه يعلم السر وأغفى وإن تجذر بالقول فإنه يعلم السر وأغفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى الله الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى وإن ذلك خديث موسى إذ ردنا نارا فقال لأهلهم كتب اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة فلما أتانا نودي يا موسى نودي يا موسى يا إني أنا ربك مظلعن عليك إنك بالوادي المقدس قوى وأنا اخترتك وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني فاعبدني وأقم الصلاة لذكري وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاده فيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يخدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى وما تلك بيمينك يا موسى قاله يا عصائي عصائي أترك عليك وأهش بك على ظلمي ولي فيها مآلف أخرى وما تلك بيمينك يا موسى وما تلك بيمينك يا موسى أهش بك على قدبي وعلى قنبي ولي أبي كمآرب أخرى قال ألقنا يا موسى قال ألقنا يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى وقم يدك إلى جناحك تخرج بيطاء من غير سوء من آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى لنريك من آياتنا الكبرى أذهب إلى فرعون إنه طغى قال ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلد عقدة من لساني يفقه قولي وجعل لي وزير من أهلي جاول أخشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا لنريك من آياتنا الكبرى أذهب إلى فرعون إنه طغى قال ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلد عقدة من لساني يفقه قولي وجعل لي وزيرا من أبلي هارون أخي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا كي نسبحك كثيرا قال قد موتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى كي نسبحك كثيرا كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا قال قد موتيت سؤلك يا موسى وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة والقيت عليك مغبة مني ولتصنع على عيني إذ تمشي أختك فتقول هل أذلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تعزن فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تعزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك بطولا فلبست سنين في أهل مدينة ثم جئت على قدر فلبست سنين في أهل مدينة ثم جئت على قدر يا موسى صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم وما ينبذي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدى وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركذا بسم الله الرحمن الرحيم طاها ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلا الرحمن على العرش استوى لهم ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحدى رحمن الرحمن الرحمن الرحيم رحمن 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 الرحيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفه قولي وجعلني وزيرا من أهلي أقول أخي اشتد بي أزري ونشرك في أمري كي نسفحك كثيرا ونترك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن قد فيه في التابوت أن قد فيه في التابوت فقد فيه في اليم بل يلقي اليم بالساح ليأخذ عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفلك فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتولا فلبثت سنين في أهل مدينة ثم جئت على قدري يا موسى ترجمة نانسي قنقر